اشتركوا في القناة تقوم الطبية اللي عاملين ملحمة في كل مستشفى في جنوب وشرق وغرب وشمال مصر كل طبيب وممردة مشروع فدائي الحقيقة مستعد يضحي بأغلى ما يملك علشان غيره وإحنا نعيش النهاردة معينا واحد من الجنود دول وهو الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابا اللي من خلاله هنعرف ونتعرف على نظم العمل داخل أهم وأكبر مستشفى حميات إزاي بيستقبلوا المشتبه بيهم وبيتعاملوا معهم إزاي وكمان هنعرف تفاصيل كتير عن طرق الوقاية الصحيحة أهلا بك يا دكتور محمود أهلا وسعي دكتور عايزة أعرف يعني كلمني عن مستشفى حميات إمبابا والعزل المفروض بيحصل يومين دول أنتوا المفروض في حالة طوارق بتعملوا إيه؟ إيه الإجراءات اللي أنتوا بتاخدوها في الأول؟ الأول هي مستشفى حميات إمبابا مستشفى إنشاءت كمستشفى حميات 1941 إحنا بنخدم طبعا كل الجيزة وبعض مدن القاهرة زي الألوبية إحنا بترد علينا عادات كبيرة جدا من قديم الأزل مستشفى حميات إمبابا فيها أقسام لكل أمراض المعادية مش بس استقبل حالات الاشتباهة تلوقتي عندنا أمراض معادية عندنا أكتر من 40 مرض مستشفى حميات هي اللي بتتقبلها وهي اللي بتعليق قصة الكورونا والفيروسات التنفسية المستجدة ده تاريخ برق من بدر جدا إحنا عندنا طبعا قطاع الطب لقاي خلينا نقول نسهلة أكتر نقول مثلا مراحل دخول المصاب بتبقى عاملة إزاي؟ هو الأول إحنا بس نبطم الناس على نقطة مهمة جدا إحنا مش بس النهاردة تفاجئنا اللي إحنا عندنا كورونا وبنتعامل معاها فمش استعداد طوارئ لا إحنا التجربة مش وليدة إحنا من 2003 وإحنا عندنا برامج تقصي لحاجات اسمها أمراض شابية النفلونزا وظهر معانا من ساعة ما بدأ السارس يظهر في الصين وإحنا عملنا برامج دي في مصر والحمد لله ما كانش ظهر هنا كان السارس حاجة مختصة بالصين بس ولما ظهر الميرسي كوف اللي هو الكورونا الخليجي كنا برضو مستعدين لها ولما جات دلوقتي إحنا الكورونا المستجدل هو الكوفيد 19 إحنا كنا تقريبا متضربين كواس قوي وإزاي نقابل حالاته وإزاي التاريخ المرضي وقبل نبقى فيه بروتوكول عالمي للناس كان إحنا مشين بالبروتوكول إحنا كنا مشين عليه قبل كده إن قطاع الطب الوقائي في مصر قطاع مميز ومنظم وهو يعتبر حاجة موجودة أو فريدة لمصر يعني معظم دول العالم مفهاش النظام الطبي الموجود في مصر اللي هو وجود قطاع وقائي كامل مصرسوه الصادر ومصرسيحات حميات ومديرات الشيون الصحية وإحنا طبعا عندنا مديرات الشيون الصحية بنجيزة طبعا مهتمين جدا مصرسيحات الحميات منبابا والهاء العمل مصرسوه التعليمية مهتمة جدا وإحنا كل الواقعات وكل حاجة متوفرنا إحنا بنسبب المرض بتاعنا الأول إحنا إنشاء عائدات تسميها عائدات الفارزة وعائدات الفارزة بخش المريض كان في الأول وكان wines ركروط التعامل من الأول مع كل الفيروسات التنفسية لكن مع الكورونا الوضع تغير شوائيا بقى فيه مستجدات المستجدات دي احنا اشتغلنا على الأول والحمد لله مصر والناس اللي في قطاع طب لقاي وغرفة أزامات تحت كورونا واللجنة علمية طلعت البروتوكول للمصري البروتوكول مصري ده بروتوكول برضو مميز جدا فيه تعريف لكل الحالات حالات البسيطة والمتوسطة والشريدة حالات الرعاة المركزة حالات التهبرة والوخيم كل ده لتعريف واحنا عارفينه كويسه والناس كلها عارفته وبالتابع احنا بيجينا المريض بأعرض تنفسية بسيطة من بسيطة لمتوسطة احنا بناخد منه تريخ المرضي كان فيه الاول تعريف معين للكوفيد اول ما ظهر في الصين التعريف ده تغير اكتر من مركز كل ما يحصل مستجد بيزاد عليه حاجات يعني كان في الاول ما كانش فيه التهاب الرئوي ولا التهاب الرئوي البسيط كان تعريف الحالة بالنسبة لنا في مصر ما كانش في التهاب الرئوي لما بدأ يظهر حالات التهاب الرئوي بدأنا نضيف فكرة التهاب الرئوي دي ممكن يكون هو التشخيص بدون كون ما العيان جاي من مكان موجود العيان لما بيخش الأول حاجة بياخد تاريخ المرضي بيقوم أحد الأطباء المقامين أو الاستشاريين بالكشف عليه ويبدأ أن نطلب له التحليلات والفحصات المبدئية اللي هي أشعة دي على الصدر وصول الدم كاملة وتحليل السموسيقى أربيه التحليل دي بتدينا فكرة مبدئيا هل العيان ده عنده التهاب بكتيري ولا التهاب فيروسي مبدئيا مع الفحص مع الخبرة اللي احنا عاشناها من 2003 حتى هذه اللحظة لو العيان عنده عربة نفسية نبدأ المرحلة البعدة كده اللي احنا بنعمل مسحة مزدوجة من أنف والفم للمريض بقناة هذه المسحة بتم عزل المريض داخل المستشفى في أحد أقسام العزل احنا كنا في الأول مقصصين أقسام والحمد لله دلوقتي احنا المستشفى تقريبا كلها جهزة ونتيجة المسحة بتطلع بعد عدة ايه؟ لا وقت مش كتير يعني ماكسما ممكن يوم ممكن يوم بتظهر النتيجة انا عارفة بس عشان اشتاد مشاهدين يعرفون لكن لو الحالة مثلا الحالة بتاعة المريض الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله بس انا الحالة بتاعة المريض لو جات حالة نتيجة التحليل سلبية وحالة المريض بسيطة ومعندوش أعراض فالمريض بيكمل في بيته ونقول له احنا تحت أمر كفاية لو في ايه اعراض هتردنا تاني طب لو الحالة بتاعة المريض مثلا ندخل في التهاب راوي معناش نقف هنا يعني لو هو كويس والنتيجة سلبية بتقول له بقى وارجع مرة تانية لو في اعراض نحنا زيك زي اي مريض تاني في ايه اعراض احنا شغلنا بصع لا لو احس بالاعراض دي تاني هو الحمد لله حش برد الفيروس الحمد لله نسبة الشفة التلقائي فيه اكتر من 80% فلو حالة بقى فيها مبادل تهاب راوي احنا في الغالب مخروش في حاجة اسمها مناعة ذاتية ربنا احنا فيه مناعة مناعة ذاتية احنا هتولدن بيها ومناعة مكتسبة مع الوقت ودي يمكن فضل ربنا علينا في مصر ان احنا في الفترات كانت قريبا في شهر 11-12 كان عندنا ويف كده من الفلوانزة الموسمية كانت موجودة فكرة الفراسات التنفسية كلها اداءها ومشاكلها تعتمد على التفاعل مناعي للمريض التفاعل مناعي يعني انا كل شوية اقعد اديك اقول لك فكرة اقول لك خد بالك احسر كذا اخر انت عندك السعدات ده اللي حصل تقريبا معنا وده اللي مخلي الناس برا مستغربين شمعنا مصر نسى في حالة فاوليلة وشيفة فاوليلة يعني احنا منعتنا قوية شوية عشان حكتين عشان احنا مازال تنفع ضد كورونا لا احنا منقولش ان احنا منعتنا اقوى من نوعات العالم لا احنا قصة ان احنا حصل حكتين احنا مازال حاملات التطعيم اللي بتعملها وزارة الصحة والسكان بشكل مستمر ضد الدرن وضد الحصب الالماني وبرضو تعرضنا لبعض الموجات الانفلوانزة الموسمية ده خلت تفاعل مع الناعي بتاعنا دي نظرية احد النظرات خلت تفاعل مناعي بتاعنا يستجيب ببطء للفيروس وبالتالي الفيروس ميعمل لناش حالة حدة وداخل الجسمي وبيخلي الفيروس يطلع بسهولة فاحنا متكلمة 8% شفة القاية شفة القاية ده يعني معناه اما المناعة اللي انا اتلتت بها او المناعة اللي انا اكتسبتها طول فترة حياتي تستطيع هذا الجهاز المناعي يستطيع انه يتفاعل ببطء مع هذا الفيروس فبالتالي الفيروس ميعمل ليش مشكلة حدة في الرئيس ماليش دكتور ده ياخدنا بقى لسؤال مهم يعني الناس اللي منعتهم ضعيفة مدى الخطور عليهم ايه يعني وننصحهم بايه اللي بحاس فيه ده الكوفيد عمره في البحث العلمي مش كتير ولكن فيها بحس كتير جدا الناس اشتغلت عليه كان فيه بحث 12 وقالوا انه حتى الناس اللي عندهم امراض مزمنة كان نسبة المشاكل فيهم تقريبا مساوية للناس العاديين يعني احنا ما نخافش قوي برضو عن الناس اللي عندهم امراض لكن نخاف على كبار السن ده 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 اللي ممكن نخاف عليه لكن انا لو مريض ضغط وسكر والسكري مضبوط ضغط مضبوط عندش مشكلة لا لو حد اصلا مناعته ضعيفة ما هو مناعته ضعيفة ده لازم يكون لها سيئة يعني طلع في تحليله انه بسبب او باخر احنا الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة هم الناس اللي ممكن يكون يعني حد مثلا كان بياخد كيميوي مساو ما هو كيميوي وده احنا فأكيد مناعته ضعيفة لا هو مش بالضرورة اللي عمل زرع كبت اه ده اللي بياخده ادوية بتقالي المناعة ده نحفظ عليهم اكتر لكن هو المبدأ اللي ميجحت فيه الصين ان هي اعتبرت كل بيشنت كل بني ادم عنده اعراض برد هو مصاب وكل بني ادم بيقابل بني ادم هو مصاب هذا خلى كل ناس عندها وعي وعي لكن احنا لازم ناخد ده سبب شفاء يعني سبب انهما حتصل الوباء عندهم في فترة برضو مش طويلة حصل تقريبا كنترول على هذا الوباء اوه انتصروا على ازمة جديدة مقدرش نقول انتصروا يعني هو انتصروا دي يعني ايه انا يقدر نقول حصل كنترول قوي على الوباء اصلا وكانت سابه وتفشى كان سابهنا زمان الصين دي ضوعت دلوقتي فالكنترول اللي حريك بطول عليه ده هو انتصار في حد زيته يعني بالزبط نعم كنترول طيب دكتور انت واحد من الجنود اللي بتتعامل يوميا مع المترددين على المستشفى طيب حوالي كم واحد تقريبا يوميا بيجوا عندهم اشتباه بتعارس حريك اكيد فيه بقى اللي هو الوسواس لا بص حريك احنا اصلا كمستشفى كمستشفى حميات رأسية في الجيزة والقاهرة احنا ونخدم بعض محاصلة ثانية فاحنا عدد المترددين علينا اصلا مش قليل عدد اللي احنا في الايام العادية عدد المترددين في العادات الخارجية والعادات المسيحية رخب مش قليل انا مقدرش اقولك انه زاد يعني في الوقت العادة برضو ما زادش ومعظم الناس بتيجي برضو بعراضة نفسية اللي احنا اصلا مستشفى امراض معدية من الاساس فدي شغلتنا يعني احنا مش كنا مثلا تخصوصنا بطنة بس وبعدين حولنا امراض معدية اللي احنا امراض معدية فعادة الحالات انا احصائيا ما زادش قوي كتوتل عادة الحالات لكن معظم الناس بتيجي دلوقتي الدائجة تطمئن على نفسها من الموضوع الاشتباه تقريبا العدد تقريبا لا احنا ما عندناش عفاد قول قول لا هيا الفكرة مش في حاجة الفكرة انا انا بقول لحضر لك ان انا العدد عندي ما زادش العدد ما زادش ما زادش مش معقول انا بقول لحضر لك معظم الناس جاء للاطمئنين يعني من اول يوم زي النهاردة بالنسبة الحالات اللي بتيجي علشان تستكشف يعني بتطمن تعرف عندها حرونة احنا 24 ساعة في خدمة المريض والمواطن حريك والله مهزب ومحترم جدا مش عايز تقول العدد ولا عايز تقول انه ده كتير عندك لا مدرش نقول كتير احنا لو يعني انا مش عاوز اتكلم بس ان احنا اللي احنا بنعمله ده انا متأكد ان اي حد في مصر يعمل يعني احنا بنعملش حاجة فضل والحاجة ده مهمتنا وده واحنا طبعا نشكر القهيدة السياسية انها وجدت لنا شكر انها بتنزينا شكر المعنوي كان اهم كتير جدا من الشكر المادي يعني انا طبعا كون رئيس الجمهورية بنفسه سيد الرئيس يطلع ويشكر الطاقم الطب كله ان الطاقم الطب ده مش طبيب بس ده طبيب وصيدلاني وممرضة وفني احصى اقولك على حاجة دكتور واداري انا شايفها قدامي وملحظة يعني حالة انكار زيت الحقيقة يعني غير عادية احنا بنخدم اهلينا احنا من اول يوم في الجائحة قولنا احنا مش هنروح ونقعد عشان الفيروس مطلعش للشارع احنا مضرور انتوا على الجابة يا دكتور يعني احنا احنا مش على الجابة احنا موجودين في وسط الناس ووسط المدينة ونادر نتحرك احنا في ناس غيرنا بتبزي المجهود اكتر نصد يعني في الخط الاول للمواجهة خط الاول المواجهة ودي شغلتنا احنا احنا درسنا الطب عشان نكمل في الخط ده طيب عايزين نقول انه باعتبار انه في حالات موجودة ايجابية ايه الاجراءات اللي بتاخدوها احنا انا بدأت لحضرتك احنا بنعمل المسحة المزدوجة والعين عندنا بتعزل في غرفة لواحده مع الحاجة بتاعته الواقعية كلها ما فيش اي الحمد لله الحمد لله الحمد لله مساعدنا بدأت الجئاحة واحنا نقدر نقول ان اهل الخير والوزارة وكل ناس بساعدنا جدا على درجة الحمد لله الحمد لله نقدر نقول ان احنا مش جواز جدا بالنسبة الواقعية العين بيقعد لو هو عنده عراض تنفسية بسيطة بياخد علاج بسيط لو عنده عراض تنفسية جديدة باخد علاج حسب حالته المرضية بيتم تقديم الخدمة الطبية بتاعته طيب لو العين جه ايجابي بيتم نقل العين الى مستشفى العزل اللي محددها الوزارة وهم هناك طبعا لهم اجراءاتهم احنا لو العين سلبي احنا عندنا طريقتين لو العين سلبي وحالته الصحية جيدة العين بروح بيته خلاص طيب لو عنده عراض تنفسية بسيطة بيكمل علاج يوم ايومين وبعدين يخرج طيب لو عنده التبرئة واحد اه ما ده اللي كنت عايز تقاله حريك هل فيه درجات في المعاناة؟ اه طبعا 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 لو عنده التبرئة واحد البروتوكول المصري اللي عمله مجموعة من العلماء العظام في مصر وده يعني احنا صباقين انا عايز اقول الحريك احنا في 2009 البروتوكول اللي احنا عملناه والنظام التعامل مع جآحة الطيور والخنازير مصر خلت احسن احسن بروتوكول في منطقة الشرق الوسط وافرق احنا بروتوكول بسرعة كان العلماء بتوانا عملوا بروتوكول البروتوكول ده قال ان الحالة لتهاب رئيه قوي وفيه اعراض تنفسية والنتيجات السلبية هنعدي التحليل تاني بعد 48 ساعة وده في بعض الاحيان بيحصل فيه درجات في الشفاء؟ اه احنا قلنا فكرة المرض كلها تتوقف على التفاعل المناعي فلو فيه تفاعل المناعي قوي يعني انا داخل في معركة مع حد واحد من اتنين استخدمنا كل اسلحتنا في الاول ففي الغالب واحد فينا هي اضعى التاني لكن احنا اخدنا محادثات ومشعارة فيه وكلام ازا كده في الغالب هنطلح لنا اتنين ممكن في حالة عياء لكن في الغالب محدش فينا هيموت وده خص التفاعل المناعي اللي احنا متكلم فيه درجات الشفاء لا ما بيش درجات الشفاء اللي بيخف فعلا بيحصل له ريزيليوشن كامل بيحصل الشفاء كامل يعني مفيش هندكاب بعد الفيروس ما بيحصلش اللعيان ده ان هو يعني ده مش من الفيروسات التي تترك اثر على المريض فالمجرد شفاء المريض بيرجع بين ادم طبيعي تماما تماما حتى لو كان داخل ففشل في جهزة النفسي تماما بيرجع برضو مريض بيرجع بين ادم طبيعي ما بيسيبش اي اعاقة على المريض يعني يا بيخف يا ما بيخفش ان شاء الله بيخف اه لا لا هو بالسؤال لا انا بقول يعني هو مفيش درجات في الشفاء يعني هو بيخف يا ما بيخفش يعني ما انا برضو مش في حدريك لا يعني قصدي حل واحد ممكن مسلا يكون اصيب بالكورونا ودخل انه ياخد مش لازم في مستشفى حميات يعني مبابعة ممكن في اي حتة في الدنيا برا مصلا هل ممكن بعد العناية وبعد العلاج انه في مريض يشفى مثلا يعني يوصل لدرجة معينة بنسبة معينة لا 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 حدريك انا قلت لا اوه شفاء كامل شفاء كامل هفيش اي عاقة اي عاقة على الاطلاق بتقصر المريض بعد باريس كورونا طيب احنا انا حسأل حريك سؤال بس هاخد ايجابته بعد الفاصل انا حسأ يعني انه مستشفى حميات مبابة دايما مستهدفة ويمكن كل المشاهدين اكيد دايما اي جملة فيها حاجة بتبقى مستشفى مبابة وشايفك كمان دحكت فانت يعني على مسألة الاستهداف ده فالفترة اللي فاتت اليومين اللي فاتوا كان فيه قصة مطربة دخلت عندكم في المستشفى وهاتك بقى يا فيديوهات ومرة بتشكر ومرة بتسيء وقصة وموضوع وحكاية فاسمح لنا ناخد التفاصيل الكاملة بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل بقية حلقنا مشاهدينا ورجعنا مرة تانية من اخر فاصل في حلقتنا النهاردة كنت بتكلم قبل الفاصل مع الدكتور محمود خليل كنت بقولك يا دكتور انه المستشفى كما لو كانت مستشفى حميات مبابة يعني هي مستهدفة دايما يعني اه دايما تحط في جملة كده او فيه هجوم ودايما فيه ناس تحس انهم داخلين مخصوص يعني عشان يتجاوزوا معنى اصح فحريك قولي والقصة اللي حصلت دي بتاعت البنت المطربة دي انا شخصية ما عرفهاش على فكرة يعني ولا عمرش في تهبل كده اسماش عنها ايه الاول موضلة سيدافة اه بسيد شهرت بعد القصة دي يعني الاول موضلة سيدافة احنا جهة علاجية بنعالج الناس ما عندناش اصلا انا اسفة ما عندناش وقت للاعلام والسوشال ميديا ما عندناش وقت ان نتفرج على الحاجة طبعا وفيه الحمد للناس بيدافع عننا ففكرة ان حد يدخل دلوقتي ويصور ولا يعني مش عارفه هو بصور وهو مش فاهم يعني زمان حد دخل انا نفهم الموضوع من اوله كده يعني يعني ايه دخلت لي حصل ايه انا حضرتك انا نفسي انا عندي فريق انا مش في شغلة واحدة يعني معي فريق اطباء وتمريض وسيادلة واداريين شغلنا 24 ساعة الساعة 4 حد بلغني ان فيه حد محجوز في غرف العزل عندنا اسمه فلان الفلاني انا قلتوهم انا اسفة انا ما عرفهوش انا انا ما عرفش الاسم هو الاسم الرايب من اسم الموثلة تاني يعني فقلتوهم فلان الفلانية قالت لا ده اسمها كذا 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 قلتوهم انا اسف ما عرفهوش وبعدين احنا ما عندناش فرق بين مريض ومريض هي دخلت في مكان اهلا وسهلا بيها تقدم لها خدمة مرضية اخبار صحية ايه زيها زي بقية الناس ده شغل في الحتة الفلانية ووظيفته كذا على شان احنا لو احتاجنا نتقصها وباقي ان نتقصها لكن ما لناش على واقع بشولته الا لو سوف تفيدنا في الطب فاقلوا لي كذا 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 الساعة 6 حد بلغني ان فيه خد يصور فيديوهات جوه للقوضة المشرفة التمرد حضرتك احنا عندنا شور كتير بنعود صور صور هنعمل ايه يعني هنقعد بقى الليف حوالين كل عين جوه في قوضة ندخل خبطة يعني الاهم عند حضرتك واو عندكم حالة الاولوية للمصابين مش عايز تفكر في اي شقتين احنا ما عندناش الرفاهية ان احنا في الوقت الحالي احنا مفروض الوقت بعد احنا الاول حالة كانت 14 اتنين النهاردة احنا في اول اربعة البروتوكول بتاعنا طلع بدر جدا وده كان حاجة واسي جدا طلع بعد شهر المفروض ان احنا النهاردة كمصر بعد قفل الحدود نتكلم في المحس العلمي طب معلش يعني عايزين نقول يعني الفيديو ده كان هو الفيديو اللي بتشكر فيه ولا بتسيق فيه لان هو نزل فيديو هين انا ولا شفت الاولان التاني بلغون بيه بس انا مرضوش هتفرج عليه سببين للمكان ده طب ما فكرتش انه ممكن يكون الكلام اللي بتقوله حقيقي يعني احنا لانه كان فيه في فيديو بورس انا اتبلغت حضرتك اتبلغت وطلعت ليها سشاري بطمة في المرور المسائي وكلمتها يا فندم انت حضرتك وضع كذا 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 الوقضة بتاعتك مكيفة الوقضة فيها انا معايا الفكرة فيديو للغرف بتاعتها والغرفة بتاعت بس دي خصية مريض ما نفعش خلص ان احنا نصور ونطلع من ده احنا ندمش اخلاقنا ولا دي الاسكس اللي احنا تربينا عليها في الطب اللي هي ايه بتثبت ايه الاوضة شكلها ايه الاوضة شكلها الاوضة فيها تكيف فيها حمام منفصل لوحدها فيها اتنين سرير فيها مروحة خاصة بها فيها تلاجة كبيرة جدا جوا الاوضة معمولة رخام وجرانيت من اولا انا مش عاوز اتكلم عنها لان ده مش انا اللي عملت وده مصر اللي عملت لأهلها ومواطنيها مش انا اللي عملت كوني جنتي دو قد بالصواري انت حضرتك المستشفى مساحتها ستين الف متر ستين الف متر اه خمسة ونوص فدين مسيحة مسيحة كم غرفة؟ لا كبيرة المستشفى كبيرة جدا فيها عدد اكتر من خمسة وعشرين خصوة طب برضو معلش انا عايزة حريك ترد على فكرة البورس اللي كان في الفيديو اللي في الاوضة عندها ايه احنا عندنا فريق الطب الوقائي موجود جواه المستشفى وفريق مكافحة العدوى جواه المستشفى وانتي كمستشفى كبيرة جدا اي مكان هتلاقي فيه اي حاجة اللي بيطلع تعقيم صباح ومساء للمكان وتعقيم وكل ادوات اللي وقاية الشخصية موجودة عندها في الاوضة لو حبت اي حاجة عايزها لو على فكرة الفيديو اللي موجود ده فيه الوقيات موجودة في الطرقة لان احنا بنقفل على الناس اللي قوض في الغالب ما فيش حركة وما فيش زيارة خالص الا لو طلبت حاجة احنا بننوفر لها عن طريق الناس بتوان اتكلمنا طلعت لها الاستشاري بتاعة البطنة قلت لها حضرك طلباتك ايه عملت الاستشاري استشاري دكتورة كبيرة 58 سنة عملت لها عملت لها بمنتهت تعالي قلت لها حضرك انت فتح الشباك ليه وانت كيف شغال قلت لها تعال انت فيل الشباك اه لا معلش ثانية واحدة بقى يعني هي فتح الشباك بتاع الاوضة ايه يا فان يعني البورس ده جيب من الشباك ايه طبعا لو هيجي حاجة زي كده اه يعني انا حريك ما تزعلش ارجوك من اسئلتي لانه برضو احنا لازم نكون حديين في معرفة في اللي احنا موظفين في الدولة انا اقول لها حضرك حاجة سبب الاتهام انا موظف موظف في الدولة ويرقصني ناس ويتابعني ناس والناس دي والمصر ليه لها حق علي وحضرك اسألي بس انا بقول لها حضرك حاجة انا المطلع عليها تشارب يعني البورس ده مش بيتغول جوه المستشفى ده جاي من شباك مفتوح يا فندم هو المبنى ده مبنى معزول تماما تماما عن كل احنا وكل الوحومات طب قولي ايه الاجواء اللي بره اللي ممكن تخلي بورس ييجي حمدين عن المستشفى مليانة جناين المستشفى فيها متنزه بالفعل فيه جناين في المستشفى طبعا فيه جناين المستشفى مليانة جناين ومولانة شجر وزرع وزرع اللي دي مستشفى اصلا مفروض ان العيان مفروض بيقع فيها فترة طويلة فلازم التهوية بتاعياتها توبة جيرة جدا التهوية دي تعتبت على المساحات واسعة اكسجين وشجر بيديك جود اريشن هوى قوي وخصوصا احنا مع الفيروس الموجود ده محتاجين ان احنا نغير محتاجين حاجتين محتاجين مسافات كبيرة بين المرضى وده احنا حقنا وعشان كده حقينها في قوضة فيها سريبين لوحدها وهي الواحدها اه في قوضة فيها سريبين سريبين لوحدها ومحتاجين ان احنا يكون عندنا اكسجين قوي الاكسجين قوي ده هيجي عن طريق الشجر انا قافل حضرك عندك تكييف وعندك مراحة والساعة مثلا 8 ولا 9 بالليل حضرك فتح التكييف وفتح الشباك ليه ولما يطلعلك تشار البطنة وتكلمين منتها التعالي وتقولها بعات النيرسي بتاعتك او انت تعالي في ليه الشباك تتصل بيها وقولت لها دكتوران ده مش دورك دورك تكشف عليها مر عليها المرور بتاعتك خدمة خمس نجوم يعني مثلا لا موجودة يا فاندي مع الفكرة موجودة موجودة اه موجودة لما انا اخش المستشوى ولا دكتور ممرضة ولا عاملة ولا كل الواقعات بتاعتي ولا بلد بتحقق لي تحليل البيسي آر اللي امريكا والدول الكبيرة مش عارف هتعمله مجانا انا ما ممنش على حد البلد اللي عاملة مجانا وانا باخد مرتب من البلد والمرضة بتاخد مرتب ولا عامل ولا كل ده خدمة مجانية فيش ولا قرش بتدفع مفيش فلوس بتدفع لا مش فلوس بتدفع ببلاش ببلاش طبعا وانا راجع بحاجة من عندي البلد المغفرالي بلد المغفرالي فانت في كل ده تطلع تتكلم بعدين حسن هي كانت بصحتها يعني لانه هي طلعت النتيجة سلبية طب ما قفلتش ليش شبك لا هي متعالية عن ناس بساعة الدخلة هي متعالية عن ناس تقدر تقفلوا مثلا انا بحاول وجد لها مبررات لان انا لازم اكون برضو باللسان الاخر او انا برضو مش عاوز احاول موضوع لان هو موضوع برسنال بيني وبينها انا حتى انا لا هو بينها انا ااسف انا ما عرفهاش اصلا حريك قلتينك ما تعرفهاش ما عرفهاش وما شوفتهاش وما تفرجش على الفيديوهات وكمان الامانة تاني يوم الصبح بعد ما النتيجة ظهرت فاحنا بنبلغ النتائج فلاقيت حد واقف في مكان المفروض مريض يعني المفروض ما قفش فيه فبقى ماشي الناس حضرتك واقف ليه اطلب اوامرك عشان ما تقفش في المكان ده المفروض ان توعد على سريرك على نتيجة نتيجتك وتخرج بشكل معين عشان قرار مكافحة العدوى تمام فقالت حد واقف حضرتك واقف هنا تعملي انا والله ما كنت عرفها ولا شفتها ولا تفرجت على الفيديوهات حضرتك قاعد هنا ليه قالت انا جاي سلم نتيجة وقالت حضرتك تفضل على سريرك ونتيجة هتجي لك عندي عندك المشرفة هتبلغك في حد قال لي دي الفننة صاحبة الموضوع قلت لها انا قلت لها كلمة واحدة قلت لها احنا كحقنا متنزل عنه لكن انت قسعة المصر في حقكو اللي هي الفيديو اللي نزلته انا اللي هي جهاتي اللي هتحسبني وانا موظف دولة ولكن انت قسعة المصر الفيديو ده ما تنشرش على الجهات مصرية ده تنشر عالميا ولما انت تيجي في وسط الجائحة متصير خبر ان المستشفى المستشفى الرئيسية في مصر مع ان دهاشة مكافحة العدوى وانت واحد مش هقول من قد ايه واحد من كم مرضى كبير جدا بيزورنا من الاساس وبيجينا دهوقتي عشان ايه هو رد فعل المواطنين لما يخشوا المستشفى ده رقم اعلى رقم اتنين هو الطاقم الطب والطاقم التمريدي والعملين بالمستشفى اللي موجودين 24 ساعة ما بروحوش تقريبا يعني تقريبا انا عادوا لحد رجعني جاي من المستشفى دلوقتي وراجع المستشفى تاني طاقم التمريدي عايش جوا المستشفى حريك متزوج وعندك أسرى متزوج وعند أولاد عند أولاد وانا ما بدرش أخش بيتي إلا ما يكون تقريبا بعد ساعة لما سلم على حد من عائل بعد ما يكون عملت كل حاجة وبخاف أسلم عليها أظهر حد من أولادك عنده قد ايه اربعة سنين فيروس بنت أربعة سنين طب هي بتعمل ايه لما بتسلم عليها طبعا لازم اتخذ معهم مجرد لانا أنا بقول للناس ما بتقدرش تحضن في الأول لا لازم خلصت كل لبسي وكل حاجة لان طبعا أنا بقول للناس مكافحة العدوى انت بتعينوا على فكرة وبقول للناس لو سمحت استيقات هوم خليك في بيتك فأنا مش هاجم المستشفى الساعتين بروحهم الأربعة ساعة طوال اليوم أنا بحييك حضرتك الرجل الجميل يا جماعة اللي أنا جنبي ده أنا بجد بحييه وبحيي كل طبيب وبرفع لهم القبعة وممرضة وممرضة وصيدلاني جوه المستشفى كل الفريق الأبيض كل الجيش الأبيض كل واحد نبس الأبيض والجهاز الإداري الجهاز الإداري هو ده اللي بخلص الورق علشان كده يستهلوا الصورة اللي حننزلها دي ممكن ننزل الصورة يا جماعة ده كاريكاتير عالمي على فكرة بيلف الدنيا دلوقتي سوبرمان بيتنازل عن ملابسه للأطباء والممرضين هم دول السوبر دلوقتي هو ده معناه فكل التحية ليكم بصراحة يعني كل الفريق الطب أنا بصراحة يعني أنا كنت في الأول يعني إيه قلت أنا حكون يعني منصفة ولكن اللي حضرتك قلته وكمان هي كبان طلعت مش معندهاش كورونا لا سلبي نتيجة سلبي سلبي كبان وإحنا علاقتنا بيها على فكرة انتهت من هذه اللحظة طب هل قمتوا بأي اتخاذ أي إجراء يعني فيه بلاغين تقدموا للنائب لعند الضحر أنتو ما اتخذتوش أي إجراء بالنسبة للمستشفى ومحصل معاكم احنا دورنا علاجي واحنا يعني في الفترة لي بالذات عارفين الناس قلنا جدا وبنحاول بقدر الإمكان نمتص غضب الناس والحمد لله الحمد لله الحمد لله الدولة دلوقتي وقفة في ظهرنا تماما يعني احنا عندنا وكلنا وكل الشعب المصري لا احنا كمان احنا دلوقتي في المستشفى بيجينا أجهزة حديثة جدا بتخش الحميات بالواقيات بتجينا كتير جدا وبنشكر كمان المجتمع المدني ورجال الأعمال لأننا أنا قلت لها على فكرة قلت لها حضرتك دي دي مش الشكر مش عايزة نحن تشكرنا دي المساهمة في الجقاحة أنا عاوز أقول لحضرتك إن فيه ناس بتخش المساهمة بتتبرع بالمنظر حنجري 8 وربعمل جنيه هو اللي ده لإدري تشتري طب حريك يعني آخر سؤال حسأله لك عشان هي ليه عملت كده إحنا بنزللنا هي مريضة في الوقت ده إحنا نزللنا هي مريضة في الأيام دي إحنا نزللنا هي مريضة ومن حقها أن هي تنتقدنا طبيا تقول لنا الإجراء الطبي أو تجيب لنا حد يحسبنا طبيا من حقها تنتقدنا في إجراءات مكافحة العدوى بتاعتنا من حقها تعلق على حاجة وأحنا أنا نفس في المستشف وكان فيه مدير مسائي موجود في المستشف وفيه جهات شرعية وجهات قانونية إحنا بتحسبنا كان من حق أن هي تنزل تكتب شكوى رسمي وتكتب فينا الكلام لكن هي طبعا ده ما حصلت يعني هي اكتفت بس بالفيديو الفضيحة لا في العالم أنا قاسم أنه بيجي على القنوات أنا بشكرك جدا بشكر الحقيقة الدكتور محمود مدير مستشفى حميات مبابا بشكرك جدا وعايز أقول أنه ده كان كلام الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات مبابا في فقرتنا معاه وشاهدته على وقعة عملت جدل كبير والأهم شاهدته على جهود كبيرة وضخمة مبزولة من كل القطاع الصحي في مواجهة كورونا أنا عندي بقى كلمتين مهمين هنا أولا بصفتي مواطنة مصرية قبل ما أكون إعلامية أنا بشكر الدكتور محمود جدا مش بس الدكتور محمود أنا بشكر كل طبيب وكل واحد بيشتغل في الأطقم الطبية بشكرهم بشكرهم من كل قلبي وبشكر كل قيادات وزارة الصحة على جهودهم وإخلاصهم في التعامل في أزمة فيروس كورونا إحنا شايفين وزارة وقاتكم طبية بيبزلوا كل جهد ممكن وبيسخروا كل الإمكانيات لحماية المجتمع المصري من مخاطر فيروس كورونا واضح جدا من كلام الدكتور محمود حجم الجهد المبزول وحجم الوعي بدوره سانيا بقى أنا عايزة أقول الحقيقة للمطربة إياها اللي عملت بلبلة النضيفي الدكتور محمود لما بيرجع بيته ما بيقدرش وبيخاف يحضن بنته الصغيرة اللي عمرها أربع سنين ليه؟ لأنه موجود في مستشفى بتستقبل الخطر وبيتعامل مع مرض ومصابين بفيروس كورونا عشانك بقول للمطربة إياها اللي اشترت الشهرة واللايكات على حساب بلدها وناس بلدها بتمثلية مزيفة وقالت إنها مصابة بكورونا ودخلت المستشفى وشككت في جهود الأطباء ورعبت الناس وخوفت الناس وفي الآخر طلعت نتيجة تحليلها سلبية الحمد لله وما فيش كورونا ولا فيه مرض وبقول الحمد لله لأنه مفيش حد يتمنى لحد أيا كان توجهه الحقيقة المرض أو التعب أبدا ربنا يبعد عننا شر المرض وشر الناس المهوسة بالشهرة وشر الناس المدفوعة لإزاء البلد دي أزمة المطربة إن دي مش أول مرة تعمل كده من سنة وشوية طلعت بردو وكتبت إنها مصابة بالسرطان والناس تعطفت وشير ودعوات وفي الآخر طلع ما فيه السرطان ولا حاجة زي ما حصل المرة دي بالزبط في موضوع الإصابة بكورونا ومحدش يقول هي ما كانتش تعرف وخافت من الأعراض لأن الستة المطربة لما الناس دخلت تكلمها وتسألها عن حقيقة مرضها أقسمت وحلفت إنها عملت التحليل والتحليل طلعت إيجابية وعندها كورونا مش بس كده ده مدير أعمالها وبالمناسبة يعني هو غير مصري نزل صورتها وكتب على حسابه في إنستجرام يدعو الجمهور العربي أنه يدعو للمطربة بعد أن ثبت إصابتها بكورونا الحقيقة أنه الستة المطربة الحقيقة أنت حضرتك محتاجة علاج حقيقي فعلا بس مش من كورونا حضرتك محتاجة تتعلجي من هوس الشهرة لأن اللي عملتي سبب خوف وأزى نفسي للناس كتير وعلى فكرة دي جريمة قانونا دي جريمة تجدير السلم العام ونشر شائعات بس مش ده موضوعنا موضوعنا إنك فنانة وليها متابعين كلامك خوفهم حسسهم بالرعب الناس عاشت يومين صعبين حسين أنه المرض ابتدى يدخل دائرة أخرى اسمها دائرة الفن والفنانين وكانوا الناس متعطفة وبتدعيلك فهنا بقى ووقفة لأنك بتلعبي بأعصابنا وبتستغلي مخوف الناس لتحقيق شهرك الدابة وإنتي كنت مبلغة شوية على فكرة بالبوستات والفيديوهات اللي كنتي بتنزليها ومهتمة بيها أكتر من اهتمامك بنفسك وده كله قبل ما تطلع نتيجة التحليل اللي طلعت سلبية وعلى فكرة الكورونا مش لعبة نلعب بيها عشان نكبر ونتشهر ونتشهر ربنا يهديك مشاهدينا تصبحوا على خير